مرحبا برج الثور اهلا فيك في قراءتك العامل هذه القراءة رح تصلح حق الشمسي الطالع وايضا القمري ممكن تكون معكوسة خصوصا في الجوانب العاطفية اول شي رح نرقي نظرة الى الجانب العملي ومن ثم الجانب العاطفي واي اخبار انت انتظارها في المستقبل عزيزي برج الثور نبديدي معاك بالجانب العملي وهو جانب المال والاعمال الوظيفة الدراسة المشاريع اللي انت موجود فيها او مقبل عليها ما هي التطورات اللي انت توقعها خلال شهر يونيو اول كدس رح اسحبها رح تكون حق الطاقة الحالية الطاقة الحالية لبرج الثور طاقتك جدا جدا جميلة يا برج الثور الطاقة اللي رح تحتاجها ملك الاكواب ما بين ملكة السيوف و ملك الماء او الاكواب تذكير لك ان لا تنسى جانب التعاطف جانب الرحمة وجانب الحب في حياتك النتيجة عجلة الحظ عزيزي برج الثور رح ابتدي معاك في عجلة الحظ هني لان اول كرت قاعد يجذبني في القراءة و ايضا رح اقوم بتوضيحها عجلة الحظ هني تبين لي انه مش فقط حظك على وشك التغير انت اللي قاعد تشوفه هني ان حظك ابتدى يتغير او رح يتغير الى الافضل ان شاء الله بدايثا ببشهر يونيو ولكن اللي انت مش مدركة بان هذا الموضوع ليس مسألة حظ هذا مسألة قدر قدر عندما تحصل على فعلا ما تستحق الكوبين تبادل الاكواب مثلا انت حصلت على اشوفي هني فرصة عمل فرصة استثمار نجحت نجحت او على وشك انت تحصل على ما تستحق من اموال نجاح هني نجاح اكثر من اموال واستقرار وحق ضائع لك من الناحية المالية عندك حق ضائع عندك شيء اجتهد فيه من زمن طويل وتول حين ابتدى يرجع لك المسألة كانت ليست مسألة حظ وانت دائما نشوفك هني تندب حظك يا برجيثور هي مسألة انك ستحصل على اللي تستحقها خلال هذا الشهر ستحصل على الشيء اللي انت طالما رغبت فيه ولكن هذا الشيء نفسه كان ممتنع عنك انت ايضا تفكر انه بسبب اطراف خارجية تدخلات خارجية ابدا قعد تلوم اشوفك المحيط الخارجي ولكن اتأكد ان عجلة الحظ هني تعني القدر كان مكتوب لك ومقدر ان ما تحصل عليه الا الحين بهذا الشكل هذا هو واقعك هني ملكة السيوف ملكة السيوف اللي تدخل شهر يونيوم طاقتك الحالية كأنما اشوفك شوي مندفع مريت بتجربة سيئة في احد خذلك في محيط العمل او حتى ممكن حتى في محيط الدراسة احد خذلك او قام استغلالك قام بخذلانك فانت هنا صارت عندك ردة فعل عكسية دائما تتوقع الاسوأ من الناس تتوقع ان اي شخص يأتي في دربك يريد ان يستغلك خلا نوضح ملكة السيوف هذا الكرت نعم لانه بسبب ردة فعل لانه بسبب احتمال انك دخلت في شراكة وخسرت وثقت في شخص من الناحية العملية اعتمنت على عملك على اسرارك في العمل على خبرتك اعتمنت حتى على اموالك ولكن هذا الشخص خذلك لذلك انت مبتدي هذا الشهر وعندك طاقة شك طاقة لان اثق الا في نفسي ومسلح نفسك بالسيف ليش انتشوف اول شي ملكة السيوف ومن ثم مبنية على طاقة لان هذه هي الطاقة القديمة طاقة السيف الاول هي طاقة الحقيقة اكتشفت الشيء عن الشخص وهذا الشيء سبب لك مثل ما قد لك ردة فعل عكسية خلاك دائما حين في وضعك الحالي تتوقع الاسوأ من الناس تتوقع ان الناس رح يخذلونك تتوقع انه رح ي احنا نقول ياخذونك لحمة قطونك عظم هذا اللي انت قاعد تتوقعه من اجل ذلك انت حرس نفسك بالسيف اللي اكتشفته خلال الشهر الماضي او حتى الفترة الماضية اتبتك اخبار كيجو بنتكلز الخماسة الصغيرة اخبار يخبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش انكشفت لك حقائق عن اشخاص حقيقة وضع شخص انت كنت مفكر حليف اهني اشوف تحالف زميل في العمل زميل في الدراسة شريك معك في البزنس او شخص انت احتمال لحد الان تفكر انه الى جانبك ممكن تكون ملكة السيوف هي النصيحة لك خلال هذا الشهر ان لا تثق الا بنفسك في اشخاص محيطين فيك طاقتهم خفية مش موجودين ولكن في نفس الوقت اثروا عليك اثروا على وضعك العملي كان تأثيرهم موجود ولو انهم في القراءة مش موجودين ولكن تأثيرهم موجود خلنشوف اربعة الاخصان ما رح اخذ الكرتات لانها كثيرة ولكن هذا الكرت سقط لوحدة ستة الاخصان مثل ما قلت لك هني ان الموضوع قدر عليك في النهاية وان كنت هني شوية يعني الا ما التجارب تؤثر علينا يا برج الثور الا ما احنا شوي نتخوف من الاخرين بسبب الامور اللي مرينا فيها في الماضي طاقة الماضي الماضي السيء اللي يأثر عليك انا اتكلم هني لبرج الثور كانت طاقة جدا عفوية جدا نقية جدا يثق في الناس والحين صار العكس صار يتخوف من الناس دائما اول ما اي شخص يتقرب منه حتى لو يحاول يساعده دائما يقول ما الذي تحاول ان تأخذه مني انت هنا مثل اللي احنا بسكة بسيفك ولكن عليك ان ترى المستقبل اللي انت انتظره هذا هي طاقة المستقبل المستقبل اللي انت انتظره فيه اربعة الاخصان طاقة الاساس الصلب وستة الاخصان طاقة الانتصار هنا عندنا عجلة الحظ وايضا القدر مهما اي شخص حاول ان يتدخل في شيء مكتوب لك في شيء من رزقك ما في احد رح ياخذ منك عليك ان تثق لان لما انتثق رح تكون شوية مستعد ان تنزل الحائط اللي خليتها بينك وبين الاخرين رح تنزل شوية هذا السيف وتحتك بالناس وتكون عفوي وترجع الى طبيعتك المعتادة اشوفك حتى هنا انت مش مرتاح في الوضع اللي وصلت لي برج الثور النصر حليفك لا يمكن لأي شخص مهما حاول ان يؤذيك ان يأخذ منك ان يأخذ منك شيء لم يكتب لك لما تفهم هذه الحقيقة يا برج الثور رح تكون سعيد رح تكون متقبل رح تكون متوكل على الله واثق بالله بدل ان تضلت هنا في طاقة السؤال وطاقة الشك وطاقة اللوم حتى عندك طاقة لوم تقول لولا فلان هنا عندك طاقة تقارن ايضا نفسك بالاخرين لولا فلان اللي انا ساعدت قبل كم سنة هو الان وصل الى وضع افضل مني لاني ساعدت لاني استنزف طاقتي في مساعدة الاخرين بدل ان استنزفها في مملكة الخاصة هذي الملكة قاعدة تقول هذا الكلام ولكن اتأكد ان ما في شيء كتب لك في اللوح رح يأخذها شخص ثاني فلا تبتعد عن طبيعتك الطيبة اللي تحب الناس وتحب فيها مساعدة الناس هذه دائما كانت حقيقتك كانت اساسك هذه طبقة اللي بنيت عليك طبقة الشك هذه طبقة مكتسبة ليست حقيقتك انت يا بورجي الثور طاقة سلبية ابعدها عنك ولا تقارن نفسك بالاخرين هذا الشخص اللي انت ساعدته اللي انت وقفت معه كان له مكتوب خلال هذاك الوقت وقبلك حتى ان يصل كان سيصل قرت الانتصار كان سيصل بك او بدونك انت مجرد كنت وسيلة في حياته فشوية ابتعد عن اللوم ابتعد عن الشك نزيل وهني اشوف ان وقتك الخاص كأنما حان ولكن هذه الطاقة لحد الان لم تتوفر لك لانك لم تخرج من طاقة اللوم الشك المقارنة لما تتخلص 100% من محيط هذه الطاقة وتأثيرها عليك رح تستطيع ان تجني ثمار اللي انت بينك وبين نفسك تقول انا استحق هذه المكانة اشوف اهني اكثر من الاموال نفسها اتكلم مع بورج ثور مهتم بمكانته بالمنصب بوين وصل في الحياة النجاح التفوق ما يهم فقط التفوق اهم اي درجة من التفوق قاعد يقارن نفسه باقرانه الاشخاص اللي ساعدهم والتقى فيهم في الطريق خلنا نوضح اخر كرت ملك الاكواب وهي الطاقة اللي راح تحتاجها طاقة التعاطف تجاه نفسك وايضا تجاه الاخرين طاقة الماء طاقة المسامحة ستة الاكواب ستة الاكواب جمه الكوبين دائما نتكلم عن الرجوع الى حقيقتنا الى النفس تذكر من انت كنت في بداية المشوار قبل هذا كله وايضا ابعد عينك وتركيزك عن المؤثرات انت هنا اشوفك قاعد تفكر في المؤثرات هذا هو منزلك صح؟ انت موجود داخل المنزل ولكن طاقتك مشتتة خارجة دائما تفكر في المؤثرات ابتعد عنها وركز على محيط منزلك يعني ركز على انت ماذا تريد ان تشنجز لا تفكر انه لانه شخص ثاني قاعد يحاول معناته انت ما راح تقدر تحاول وما راح تقدر تنجز عزلة الحظ ننهي فيها القراءة كما بتدينا تقولك تبادل الكوبين نعم قلت لك الطاقة متوفرة من اجلك ولكن لازم تكون انت ذكي في طاقة السي وفي طاقة العقل لازم تستوعب ان الطاقة متوفرة ولكن الطاقة راح تعطيك اللي انت تعطيها اذا عطيت الكون او اذا انت فكرت بينك وبين نفسك في طاقة اللون راح دائما تكون في طاقة سلبية راح يكون في تبادل الكوبين اللي تعطيه او اللي تخرج في نفسك هو اللي يرجعلك انت ساعد نعم ولكن مش سبب مساعدتك لهاي الاشخاص انهم وصلوا لازم انت ايضا تتسامح مع نفسك ومع هاي الاشخاص لما انت تعطي طاقة ايجابية راح ترجعلك تبادل الاكواب يكون ايجابي راح تحصل على ما تستحق ابكر مما تتوقع الشي في يدك انت يا برج الثور انت اللي بيدك السيف عندك طاقة والطاقة متوفرة هل راح توجهها في اتجاه سلبي في اتجاه لوم اتجاه عتاب اتجاه بسبب فلان ما قدرت اوصل ولان فلان سوى ما قدرت احصل على مراتي ولا راح توجهها فانت ابعد كل هذا عن تفكيرك وتركز على ما تريد تحقيقه هنا في المنتصف لا يهمك القيل والقال برج الثور اشوفك هنا دائما انت محيط حديث الاخرين نعم يأثرون علينا لما يتكلمون عننا ودائما يركزون علينا هذا شي طبيعي ولكن لما احنا في النهاية القرار بيدك لانا سيف بيدك انت اللي تقرر هل راح تتجاوب لحسد الاخرين هل راح تتجاوب للقيل والقال اللي يتعمدون ان يوصلون لك بهدف تشتيتك كأنما هاي الاشخاص يعرفون اكثر مما انت تعرف يعرفون انك متوجه الى شي جميل الى نجاح من اجل ذلك يحاولون ان يشتتونك ما عليك من القيل والقال والكلام الزائد افلان تكلم عنك افلان في جلسة قال عنك كذا كذا ما يهمك توجه الى هدفك خلال هذا الشهر بكامل طاقتك لا تسمح لها انت تشتت هذا كان الجانب العملي لبرت الثور راح نلقي نظرة الى الجانب العاطفي اللي دائما انت تتوقعونا وانت تنظرونا بفارغ الصبر من الجانب العاطفي لبرت الثور مع الشريك بغض النظرة عن وضعك مع الشريك هذ القراءة راح تكون عامة واعكسها بما يناسب وضعك برج الثور طاقتك مع الشريك خلال شهر جون الخماسي الصغير ليس ما تتوقعه ولكن بداية جميلة بداية موافقة انت تتوقع احتمال اكبر من شذيء برج الثور تنتظر تعويض من الشريك او تكفير عن ذنوبه ولكن احتمل انه ما راح يعجبك خلال هذا الشهر طريقة تكفيره اسلوبه محاولاته حتى ما راح ترضيك راح تحس انه دون المستوى ودون ما تستحق فارس الاكواب ولكنه يأتي بنية طيبة هذا الشخص شريكك حتى اذا كنتم من فصلين يحاول ان يراضيك يداوي جرح بنية طيبة ستة السيوف احتمال لانه عطاك ظهره وقت من الاوقات لم يعطيك اهتمام واخر كرت السيفين برج الثور راح اوضح لك الامور اول شي من وجهة نظر الشريك السيفين انت كنت تعتقد ان شريكك له القدرة عند القدرة يملك الموارد شورة في يده صنع قرارة في يده يقدر ان هو يقرر وين يأخذ العلاقة او يقدر يحقق لك اللي انت في بالك هذه هي فكرتك ولكن اوقات الشخص وان كانت لديه كل الموارد هنا في طاقة السيفين طاقة الحيرة ما يملك النظوج العاطفي ما يملك الرغبة الكافية هذه هي الحقيقة المرة اللي احنا دائما نتناقش في كل شي ما عدا الجانب هذا جانب الحقيقة اوقات الشخص يكون مش شجاع بما فيه الكفاية مش قوي بما فيه الكفاية لا يملك الدافع حتى ان يحارب من اجلك في وقت من الاوقات هذا الشخص لم يملك وان كنت انت تشوفه يملك بس هو فعلا ما كان يملك يملك الاشياء المادية نعم يملك النظوج في السن احتمال نعم ولكن ما كان يستطيع ان يصنع قراره في الفترة السابقة نزين وما اعطاك احتمال انت هنا اشوفك مضايق بسبب ان اخذ هذا الشخص وقت طويل من اجل ان يصنع قراره ممكن ستة اسابيع ستة شهور ولكن قادم في طريقك من بعد فترة انقضاع قادم في طريقك فشنو انت راح تكون ردة فعلك يا برج الفور ردة فعلك اشوفك هني كأنما مش عاجبك العرض فارس الاكواب بيدك كوب يريد ان يعطيك يا انت كأنما مش عاجبك العرض خلا نوضح الكرتات اربعة الاغصان كان في حديث بينكم بخصوص زواج بخصوص ارتباط اشوفك هني انت يا برج الثور قاعد تطالب الشريك بالوضوح اش لم تطلب من شخص الوضوح وهو نفسه بينه وبين نفسه مش واضح في ما يريد لي ما يعرف وقتها ما كان يعرف من انت بالنسبة له وماذا يريد من هاي العلاقة فعندما طالبتها هني بالاجوبة لما طالبتها متى راح يكون في استقرار بيننا في بيت في زواج لم يستطيع ان يعطيك الجواب ولكن عندنا هني الخبر المبشر ملكة النار الملكة القوية العازمة لكلها افعال كلها افعال مستعدة ان تواجه مستعدة ان تفعل لنفسها ماذا تريد قلت لك انت تشوف هذا الشريك انه يستطيع عند القدرة ان يقرر ولكن الموضوع بالنسبة لنفسيا اكثر من جسديا جسديا كان عنده القوة وكان عنده يعني مثل ما نقول الاسباب الاسباب متوفرة ولكن هو بينه وبين نفسه كان في طاقة الحيرة ولكن هو متغير الى طاقة افعال في الفترة القادمة رح يشوف منه افعال رح يثبت لك بورود وايضا بوجوده في حياتك هذا الشخص اشوفه جدا رح ينضج في الفترة القادمة ما رح يحب انه يتكلم كثيرا في الماضي عند طاقة الرحيل من الماضي الى امور اهداء يريد ان يبتدي معاك صفحة جديدة ويريد هو يعرف ان انت انظر له على اساس انه انسان مصاحب افعال مصاحب مواقف فيريد ان يثبت لك نفسه في الفترة القادمة ابتداء ان شاء الله بيونيوم ملكة النار تريد ان تعطيك الغصن الاول بداية جديدة قلت لك هذا الشخص ما يريد يبني معاك على الاساس القديم هذا عندنا الاساس القديم في شيء قام بينكم يمنع هو من داخل حتى روحيا كان يمنع من الارتباط كان احتمال ان شخص ينفر من الارتباط علاقتك معاك كلها ماشي اوكي ولكن اللحظة اللي يسمع فيها كلمة ارتباط هذا الشخص يهرب الهرب ممكن يكون جهتين الى اليك انت ومنك انت يعتمد على الموقف ففي السابق كان يهرب منك ولكن هذا الشخص اكتشف اكتشف مدى افتقدك عندما رحلت واكتشف ما تعنيه لا اكتشف مكانتك في حياتك ومستعد ان يكون احتمال انك تتعامل مع شخص من برج الاسد لانه عندنا الكثير من الطاقة النارية وايضا ممكن برج الحامل والقوس اوكي هذا هي الطاقة اللي اشوفها جدا واضحة ولكن بغض النظر عن برج الشريك طاقة النار هي دائما طاقة الافعال طاقة دعني ابرهن لك ما الذي انا مستعد ان افعله في هاي المرة من بعد ما خذلتك في السابق من بعد ما كان عرضي لا يليق بمستوى توقعاتك احتمال ان هنا بعد انك كانت في علاقة ثلاثية او طرف ثالث هو اللي سمح ما بينك انت وما بينه هو وهو قادم في طريقك عندنا كرت الاطراف الخارجية العلاقة الثلاثية هو اللي سمح كان يستطيع ان يوقف هؤلاء الاشخاص او هاي العلاقة او هاي الموقف عند حدة يقولهم لا تدخلون بيننا او ينهي مثلا اذا كان في خيانة ما ينهي العلاقة ولكن ما اتخذ اي اجراء هذا اللي انت يؤلمك ان ما قام فعلا بايقاف الوقت او ايقاف الموقف عندما كان يحتاج يتطلب منه احتمال انك يا برج الثور تحس انها تأخر عليك تتأخر في اتخاذ موقف مادري ليش احسك انت اللي هالمرة انت اللي قلبك شوي او يتسكر عنا او منغلق عنا مش مستعد ان تستقبل هذا الشخص سبعة الخماسيات كنت مفكر وكنت مفكر ولكن خاب ظني تعرف هاي الاغنية كنت اظني كنت اظني ولكن خاب ظني كنت لان مشكلة في توقعاتك المشكلة في توقعاتك يا برج الثور هذا هو ما يخبرني به الشريك ان انت تتوقع الكثير في القليل من الوقت ما عندك صبر هو يراك هكذا ان انت ما عندك صبر ما انتظرته لحد ما يكتشف ماذا يريد وشلون رح يتصرف وشلون رح يعطيك ويقدم لك البداية الجديدة او الحل اشوف هنا قادم هو باتجاهك وبيده حل اكثر حتى من بداية جديدة بيده حل عملي حل ممكن انت فعلا توظفه وتستخدمونه عشان انشاء حياة جديدة لبعضكم مع بعض حل عملي احتمال الاقتراح ممكن ان احنا نتزوج بهذه الطريقة ممكن ان احنا نقنع الاهل بهذه الطريقة ممكن انا اتخلص من الطرف الثالث بهذه الطريقة ولكن هنا سبع الخماسيات تقولي ان دائما توقعاتك تكون مخذولة مع هذا الشخص ولكن سبع ايضا هو رقم الانتظار انتظر خليك حبة حبة معي مع هذا الشخص وان كان ناضج سنا ناضج وظيفة ناضج في كل جوانبه ولكن عاطفيا لحد الان مش ولابد يبقي لوقت يبقي لجهد يبقي لشخص صبور انت صبور اشوفك نعم صبور ولكن عندما يأتي الموضوع للحب تصير قلق تصير خايف حتى انك تنتظر الشريك خايف ان تنتظر ثم تخسر تنتظر من ثم هو يختار الطرف الثالث خلي نوضح اخر كرت وهو الخماس الصغير اوكي كأنما انت هني عندنا فارس الاكواب مرة ثانية كأنما انت هني تقول للشريك او اللي ترغب في خلال شهر يونيون ان لا تخبرني كم تحبني عليك ان تريني هذا الشيء لا اريد ان تخبرني اريد ان تثبت ليه هو فعلا الشريك متوجه لجاهك مثل ما قدلك عند طاقة الافعال مستعد ان يقدم لك اثباتات ولكن في البداية طبعا رح يكون مجرد اتصال مجرد يسأل عن احوالك برج الثور ركز معاي هذا الشخص طريقته في التوجه او الرجوع لحياتك مرة اخرى انه رح يبتدي باب صغير يسأل عن اخبارك يبتدي معاك احاديث خفيفة ومن ثم احاديث رومانسية يذكرك بالمشاعر ومن ثم رح يكون مستعد انه يعطيك الحل او يدخل معاك في صلب الموضوع انت هني كأنما اشوفك رح تكون مستعجل وتغلق عليه ابواب الحديث في اول فرصة خلك هادي خلك متدن اسمع منه لانه نعم قاعد احس شوية تعاطف مع هذا الشخص احتمال انك ايضا تتعامل مع برج مائي عقرب سرطان حوت الابراج المائية ليسوا كالابراج الهوائية والنارية وحتى الترابية في مسألة صنع القرار يأخذون وقت اكثر او دائما يأخذون وقت اكثر نعم يأخذون وقت اكثر ليسوا سريعين في صنع القرار ولكن عندما يصنعونه يلتزمون فيه انت تريد الالتزام والالتزام في الحياة العاطفية اتي في اتجاهك سواء كان مع شخص جديد او مع هذا الشخص القديم ما تريدك قادم في طريقك عزيزي برج الثور فشوية خل عندك صبر والحين رح ننظر الى الاخبار القادمة في طريقك اذا انت بنتظر تحاليل معينة قبول في جامعة نتائج نتائج الامتحانات اي نوع من الاخبار انت بنتظرها خلال شهر يونيو رح ننظر اليها الاخبار القادمة تجاه برج الحود شهر يونيو الامبراطورة الامبراطورة ثلاثة الاخصان المزيد من الانتظار يا برج الثور في شخص او في جهة حتى معينة يريدون ان يختبرونك ولكن غير عن الاختبار نفسه اذا انت اصلا خلاص قدمت الطلب او قدمت الامتحانات قدمت التحاليل هؤلاء الاشخاص يريدون ان يختبرون مدى التزامك بالشي اللي انت مقدم عليه حتى ممكن يكون مقدم على رشحت نفسك الى ترقية رشحت نفسك الى منصب منصب في المجتمع منصب في السياسة ملك السيوف نعم يريدون ان يتأكدون ان انت ما رح ترحل لما تلاقي في وجهك اول عقبة اوكي عندنا هنا ملك السيوف يريدون ان يعرفون مدى نضوجك واتزانك في جانب كان مخفي عليك انت ما تعرفه او ما كان مكتوب او اخبرت به بصريح العبارة عندما قدمت الى هذا المنصب الى هذا الشيء بغض النظر الموضوع اللى انت مقدم عليه هؤلاء الاشخاص يريدون ان يختبروا قوة تحملك ان انت فعلا موجود من اجل البقاء ما راح تنسحب ما راح تخذلهم في ادائك راح تكون فعلا ممتزن يريدون منك الاتزان العقلانية اذا انت مقدم على الهجرة الى دولة اجنبية يريدون فعلا ان يتأكدون ان انت حتى طابعا وشخصية تتوافق معهم في الكثير من التدقيق اللى انت راح تتعرض لخلال شهر يونيو قبل ان تحصل على الموافقة وقبل ان تحصل على الموضوع اللى في بالك ممكن يكون حتى يكون تدقيق في امتحانات انت خذها كما يناسب جانبك عندنا هنا اربع الخماسيات اربع الخماسيات تقول لي لا تمنع نفسك من تقديم الافضل عزيزي بروتثور اذا انت ما خاطرت انزين كأنا مهنين عندك نوع من التخوف تريد ان تقدم على هذا العمل ولكن في نفس الوقت قاعد تقول ما راح يقبلوني الموضوع ياخذ وقت الموضوع ياخذ الكثير من الالتزام ما عندي وقت اذا ما راح تخاطر او تجرب حتى على الاقل عمرك ما راح تحصل على الامور اللي انت تمناها الامور اللي متوفرة عشانك ولكن تطلب منك اظهار الجدية مو الجدية فقط هنا انت تفكر كأنه الجدية فقط في موضوع التقديم نفسه او الاقبال على الموضوع نفسه هنا يقولك الجدية في الالتزام الالتزام والصبر ان انت راح تظل منتظر راح تظل مستثمر راح تظل تتابع الموضوع لحين ما يتم يريدون منك يشوفون منك الحاح و متابعة عشان يتأكدون ان انت جاد راح ننظر الى ما يجب ان تحذر منطاقة او موقف او شخص خلال شهر يونيو رسالة تحذيرية لك راقصة الايقاع او راقصة هذه الرقصة اللي تشكل مثل الدوامة عندما ترقص الرسالة تحذيرية لك في شهر يونيو لا تلف وتدور على نفس الموضوع ان كان موضوع متعلق في الماضي ان كان شخص من الماضي ان كان دائما عندك نوع من التفكير انت تحبط نفسك بنفسك يا برج الثور الددور تلف وددور لنفس الموضوع تقوم بكل اللي تسويه في حياتك مش متوقع النجاح دائما عشان تنتظر الفشل تبرهل للناس ان مهما انا سويت انا راح افشل الخمسة الخمسة هو رقم شوي يدل على الافتقار الافتقار هو ليس افتقار مادي افتقار عقلي طريقة تفكيرك يا برج الثور لازم جدا تلاحظها خلال هذا الشهر لا تتوقع الخسارة لان اللي تتوقع مثل ما قلت لك في طاقة الكوبين اللي تتوقعه راح يأتيك توقعت خيرا توقعت شرا وهو اللي راح تلاقيه خلال شهر يونيو انت اللي تشكل لان الرقص لا يوجد له طابع معين وشروط معينة انت اللي تشكل حسب رغبتك وحسب احساسك فخل احساسك جميل خلال هذا الشهر راح ايضا اشوف لك الطاقة الحيوانية اللي تحتاجها خلال هذا الشهر الطاقة الحيوانية لك سيربنت عدم الحيوانات الاسطورية اذا تلاحظ الصورة تقريبا نفس الدائرة نفس الدوامة اللي تشكلها الراقصة هني قاعدة تشكل هني ولكن شين الفرق ليش طلع عليك هذا الحيوان الاسطوري هذا الحيوان الاسطوري دائما يتكلم عن ان احنا نستطيع ان نشكل واقعنا على حسب ما نريد لازم احنا نكون حذرين في شنو قاعدين نشكل نفسنا في شنو قاعدين انسخر مهاراتنا عندك الكثير من الطاقة خلال هذا الشهر الكثير الكثير من الطاقة اللي راح تكون متوفرة من اجلك طاقة الطاقة الزائدة راح يكون عندك مثل بونس طاقة خلال هذا الشهر استخدمه في ما تريد تشكيله لحياتك طاقة تشكيلية طاقة الخروج من دوامة سيئة والدخول في دوامة خير دوامة انجاز دوامة افعال وايضا نشوف الافعال هنا منغلق على نفسها في داخل شيء صاير تنغلق عنه لازم تعرف تغلق طاقتك او حتى روحك عن الاشياء السيئة التفكير السيئة التفكير السلبي القيل والقال اي شيء يأتي في دربك سيئ يبعدك عن الطريق اللي تريد ان تذهب اليه تعرف متى تنغلق على نفسك ساعة الانغلاق على النفس يكون نعمة وشيء جدا ايجابي خصوصا اذا كنت يا برج الثور جدا منفتح على الاخرين وسهل العشرة في الفترة السابقة